خلينا أخذك للدور المصري داخلية أنتوا تعديلتوا مع نادي الزمالك هل كنتوا ممكن أنتوا من أسباب برضو أن نادي الزمالك جراحوا تكتر يعني كفريق فريق نادي الزمالك هل ممكن يعود مرة أخرى وكبت أن أبو المجد بالشكل أنتوا شفتوه في الملعب وقتا ما أنتوا كنتوا موجودين بصي كابتن في ظل الظروف اللي فيها نادي الزمالك أنا شايف أن فيه دوشة حولهم كتير شايف أن فيه كلام كتير وشايف فيه عدم استقرار حتى فني جوه الفرقة فخلي بالك كابتن كل حاجة بتحصل جوه الفرقة أو حتى ما بين الإدارة أو بين المدير الفني أو بين الجهاز بتوصل للعيبة وبتوصل للخصف فخلي بالك بالضبط فخلي بالك كابتن اللعيب بياخد الانطباع منك يعني أنا كمدير فني لو اللعيب ده شفني أنا 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 مش مستقر هو بالنسبة له خلاص اللعيب قد حاسين به في الملعب كابتن الشكل اللي انت في الكنام عليه ده بلأ بس ما كانش كده يعني ما كانش بالوضع دوت ما كانش بالانهيار ده يعني إحنا في اللأ هم كانوا في المطش بتاعنا كانوا لأ كان الموضوع مسكين نفسهم شوية لكن يعني أنا شايف أن برضه هم عندهم مشاكل في محتاجين تدعميات محتاجين عناصر كانت عاملة فارق مع عامل فترة اللي فاتت ولما مجاش زياء فهي دي اللي عملت دروب خلي بالك كابتن أنا وجهة نظري أنت في الدوري المصري أنت عند التلاتة اللي قدام أهم أهم ناس بتعمل شكل الفرقة وبتحللك التلاتة اللي قدام الهوفين والفرود لو أنت عندك التلاتة دولة عندهم حلول فردية الزمانك ما كانش عندهم الفترة الأخيرة حتى لما بدأ يعني الناس تركز مع زيزو الموضوع يعني الموضوع ما بقاش هو زيزو بالظبط يعني أنت كان عندك في الفترة الأولينية كان زيزو بن شرقي وعندهم حلوله إمام عشور بيجي من تحت فأنت كان عندك حلول اللي 2 دولار بيعملوك حلول من الجبهتين لكن لما بن شرقي طلع فبقى التركيز على زيزو فاللي دخل مكان بن شرقي ما عملش نفس المستوى فأنت بالنسبة لك برضو الحاجات اللي أنت كنت بتتنفس من خلالها بدأت تقف فأنت بالنسبة لك ما عندكش حلول فأنا شايف الدورة المصري بتاعنا محتاجين الحلول الفردية